موسيقى مرحبا بكم مشاهدين في جولة جديدة من برنامج كوشك الصحافة نطالع كالمعتاد أهم ما تقوله الصحافة اليمنية والعربية الصادرة كل يوم في أعدادها والتي تابعت أيضا العديد من الموضوعات ونبدأ من المواقع الإخبارية المحلية موقع مصدر أونلاين تابع التطورات الميدانية وقال تجدد المعارك شمال مدينة تاعز ومدفعية الحوثيين تواصل استهداف الأحياء السكنية من التفاصيل أيضا تجدد المعارك العنيفة بين مسلح جماعة الحوثي ورجال المقاومة وقوات الجيش الحكومي في مناطق مختلفة من مدينة تاعز قال مصدر ميداني لمصدر أونلاين بأن دوية نيران الرشاشات والمدافع سمعت من وادي الزنوج وجبل الواعش في الجهة الشمالية للمدينة واستمرت لساعات وبحسب المصدر فإن القوات الحكومية تقدمت في وادي الزنوج وسيطرت على مبان ومواقع عسكرية للحوثيين إلى موقع دن تايم تابع العديد من الموضوعات منها حريق يشب في فرزة لبيع البترول بالسوق السوداء في عدن عنوان آخر منظمة الصحة العالمية تطلع على الوضع الصحي في عدن عنوان آخر من حضر موت المنطقة العسكرية الثانية والتحالف العربي يضعون خطط أمنية وعسكرية خلال شهر رمضان في المكلة من عنوان الموقع أيضا وزير الكهرباء يوقع في أبو ظبي على اتفاقية تزويد في عدن للكهرباء الاستقرار المنشود حل منصف أولا تحت هذا العنوان كتب عبدالله إسماعيل مقالا ونشره في موقع الموقع بوست وقال الكاتب كثر الحديث عن صفقات أو اتفاقات يجري الترويج لها خارج أرويقة المشاورات في الكويت وربما بعيدا حتى عن الحكومة اليمنية الشرعية هذه الصفقات أو الاتفاقات المفترضة تهدف لإعطاء تحالف الانقلاب ما خارج تبعده عن تطبيق كلي وجذري للقرار 2216 ويمنح ميليشي الحثي صالح ما لم تستطع أن تحصل عليه على مدى أكثر من عام ونصف من المواجهات في البدء استبعد وجود هذه التحركات أو تبلور صفقة أو رؤية يمكن أن تفرضها الأطراف الدولية على المتحاورين وعلى الخصوص الحكومة الشرعية التي حتى الآن تمتلك ورقة الشرعية المعترف بها دوليا ويمكنني أن أؤكد أنه لا صفقة من هذا النوع يجري مناقشتها أو حتى طرحها على الأقل حتى الآن إلا في إطار مزيد من الضغط على المتحاورين بالتهديد بوجود مسار بديل في حال فشل الطرفان في الوصول إلى اتفاق ثانيا وهو المهم فإن وجود صفقة من هذا النوع أو اتفاق يمكن أن تفرضه الدول الكبرى لحل في اليمن يواجه بعدة عقبات حقيقية أولها أن هذه الدول تفهم وتقرأ جيدا المزاج الشعبي في اليمن وهو مزاج من الواضح أنه يرفض الحديث عن تنازلات بأي شكل لقوى الانقلاب تثبت ما فرضه أمرا واقعا ومن جهة أخرى تمتلك السعودية رؤية مختلفة في معالجة القضايا المتعلقة بها وقد أثبتت أكثر من مرة قدرتها على استخدام قوتها النعمة تساءل موقع الموقع بوست حول التطورات السياسية الأخيرة ما حقيقة الاقتراب من الحل السياسي للملف اليمني في مشاورات الكويت قال موقع بوست يتوقع مراقبون أن يعرض المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ أحمد خلال الأيام المقبلة على وفدي المشاورات مشروع اتفاق متكامل جرت بلورته وهي التوقعات التي تطابقت مع تسريبات للعديد من وسائل الإعلام العربية تحدثت حول هذا الاتفاق الذي من المتوقع إعلانه قريبا أيضا ما زلنا في موقع بوست في الذكرى الأولى لاختطاف الصحفيين النقابة تجدد مطالبتها بإطلاق سراحهم تقول التفاصيل إن اليوم الخميس يصادف الذكرى الأولى لاختطاف الصحفيين عبدالخالق عمران وتوفيق المنصوري وحسن عناب وأكرم الوليدي وعصام بلغيث وحارث حميد وهيثم الشهاب وهشام اليوسفي وهشام طرموم من قبل جماعة الحوثي قال وزير الإدارة المحلي عبدالرقيب فتح لموقع يمن مونيتر بأنه نسق مع السلطات في العاصمة المؤقتة عدن تسهيل إجراءات إصدار جوازات لجرح المقاومة الشعبية والجيش اليمني في محافظة تاعز الذين تطلبت حالتهم السفر للعلاج في الخارج وأكد فتح أنه طلب من اللجنة المشكلة لجرح تاعز من قبل وزير الصحة إرسال كشفات مرفقة بتقارير بيانات الجرحة وبتقاريرهم الطبية ليتم المباشرة بالإجراءات لنقلهم إلى الخارج وعن عودة الحكومة إلى عدن قال الوزير إنها جاءت بهدف حل مشاكل المناطق المحررة ولفرض هيبة الدولة وتقديم يد العون للمواطنين ولفت بأن تاعز تمثل إحدى أولويات الحكومة وهناك تحركات جادة لبدل ما هو ممكن للتخفيف من معاناة السكان ولتقديم ما هو ممكن للمحافظة عن صمود مدينة تاعز وعن تضحيات أبنائها في كل المناطق كتب البرلماني عيدروس النقيب مقالا ونشره في موقع الصهاريج نيوز وقال النقيب ما تعيشه اليوم تاعز من حصار وتجويع وقصف وتدمير ما هو إلا استمرار الانتقام من تاعز ليس فقط لمساهمتها الفاعلة والرئيسية في ثورة 2011 بل ومن كل تاريخ تاعز الفاعل في سفر الحركة الوطنية اليمنية وهذا هو سر الإصرار على استبقاء تاعز رهينة بأيدي تحرف المجرمين في اليمن لكن التاريخ يعلمنا أن الطغاة مهما تمادوا في طغيانهم مصيرهم الزوال وأن النصر في الأخير لإرادة الحق والعدل والحرية والكرامة الإنسانية وهما يخوض من أجل اليوم أبناء المدينة ومثلهم كل الخيرين في شمال اليمن وجنوبه صراعهم المستميت مشاهدين إلى الاشتراك نتو الذي عنوان مقاتلات التحالف تستهدف الميليشيات بالقبيطة وتخلف عشرات القتلى والجرحى من العنوين أيضا إصابة عشرين شخصا بينهم عناصر من القاعدة في عراق في لحج وحول شبوى عنوان الموقع مدفعية الجيش تستهدف الميليشيات في عسيلان وتدمر طقما عسكريا سياسيا قال الموقع في أحد عنوينه مشاورة الكويت تواصل أعمالها وتبحث في القضايا السياسية والعسكرية وقبل مطالعة ما تقول بالصحفة العربية الصادرة اليوم نذهب إلى فاصل قصير ابقوا معنا مرحبا مجددا ومستمرون معكم في كشك الصحافة حيث حصلت صحيفة الشرق الأوسط على تفاصيل لمشروع الذي قدمته السعودية خلال الأيام الماضية على طاولة مشاورة اليمنية اليمنية المنعقدة في دولة الكويت منذ قرابة خمسين يوم وافق عليها طرفاء النزاع دون قيد أو شرط لتنفيذ ما ورد في مشروع تنظيم لجان التهديئة وتنسيق وقف إطلاق النار وبفقا للصحيفة نظرا لاستمرار خروقات وقف إطلاق النار في مناطق الاشتباك بين الطرفين وللحاجة إلى تفعيل لجنة التهديئة والتنسيق بشكل أفضل قام الفريق العسكري السعودي بوضع تصور لتطوير أعمال لجنة التهديئة الرئيسية ولجان التهديئة وتنسيق وقف إطلاق النار في مناطق الاشتباك حيث أضيف مستوى ثالث لكل جبهة من جبهة القتال الميدانية في المحافظات التي تشهد اشتباكات بمسمى فريق تهديئة جبهة للتعامل الفوري مع أي خروقات لوقف إطلاق النار ويشمل المشروع السعودي إيجاد الهيكل التنظيمي للجان التهديئة ووقف إطلاق النار وتشكيل فرق ميدانية على عدد من الجبهات في كل محافظة وفي التكوين وارتباط كل مستوى من مستويات لجاني وفرق التهديئة وتنسيق وقف إطلاق النار مع ضرورة تحديد مسافات فاصلة وآمنة على أرض الميدان ويتضمن الهيكل التنظيمي لجنة التهديئة وتنسيق وقف إطلاق النار الرئيسية تتبعها اللجنة المحلية للتهديئة وتنسيق وقف النار في كل محافظة يتبعها فريق تهديئة جبهة فيما يتكون فريق تهديئة الجبهات من مندوبين يمثلان طرف الحكومة والحوثيين وتتكون بالعدد الكافي كما ترتبط باللجنة المحلية غرفة عمليات في المحافظة ووفقا للشرق الأوسط سوف تتكون لجنة التهديئة ولوقف إطلاق النار الرئيسية في الكويت مناصفة بين الطرفين وستكون تحت إشراف مباشر من الأمم المتحدة وستعمل على الإشراف والمتابعة لأعمال اللجان المحلية في المحافظات لوقف إطلاق النار كما تعمل على فض الاشتباكات وفق المعلومات الواردة من اللجان المحلية وفرق المراقبة الميدانية كذلك المحافظة على ضمان عدم التماس والرفع للأمم المتحدة عن عدم نجاح اللجنة في وقف إطلاق النار وفض الاشتباكات في حال عدم تمكنها من احتواء أي حدث على أرض الميدان خلال الاثني عشر ساعة من وقوعه إلى صحيفة عكاد السعودية تابعت التطورات السياسية وعلقت ضغوط دولية وترتيبات أمنية لاستعادة الدولة اليمنية كشف مصدر يمني حكومي مفاوض عن ضغوط دولية كبيرة على الأطراف اليمنية من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي يقضي بانسحاب الميليشيات وتسليم السلاح وتنفيذ القرار الدولي 22-16 بكامل بنوده ووضح المصدر في تصريحات إلى عكاد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ أحمد بدأ مناقشة الترتيبات العسكرية والأمنية والقوات التي سوف تشارك في تأمين العاصمة صنعاء والمدن اليمنية الأخرى ورجح المصدر مشاركة قوات من التحالف العربي في تسليم واستلام المؤسسات الحكومية وفي تأمين العاصمة صنعاء بإشراف الأمم المتحدة والدول الثمانية عشر الراعية لمفاوضات اليمنية مبينا أن هناك مقترحات تقضي بمشاركة قوات من الأمم المتحدة إلى جانب القوات الأمنية والجيش الوطني أشار إلى أن المشاورات تتركز حول تحديد منطقة لانطلاق عمل لجنة التسليم والتسلم يرجح أن تكون محافظة الحديدة غربيا اليمن ثم الانتقال للعاصمة صنعاء وعمران لافتا إلى أن الأطراف اليمنية إن لم تتوافق على اتفاق في هذا الشأن سيتم فرضه بقرار دولي تحت البند السابع الأمن القومي الخليجي أمام تحديات اليمن تحت هذا العنوان كتب وزير الإعلام السابق نصر طاها مصطفى مقالا ونشره في صحيفة الحياة اللندنية وقال الكاتب كل يوم يمضي من دون استعادة العاصمة اليمنية صنعاء من براثن الإنقلابيين يعني مزيدا من الابتعاد عن تحقيق هذا الهدف فمهما كان الحديث المعصول الذي يتردد على لسان الناطق الرسمي باسم الحوثيين وحده حول العلاقات مع المملكة سنجد أن الوقائع على الأرض في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون تقول شيئا مختلفا حيث التعبئة مستمرة ضد الشرعية اليمنية وضد المملكة ودول المجلس فالحرب التي يشنها الحوثيون ليست من أجل السيطرة على اليمن فقط ومن يعتقد ذلك فهو يغفل عن كثير من المتغيرات الاستراتيجية في المنطقة ليس فقط على صعيد الشهية الإيرانية المفتوحة للتمدد والنفوذ بل كذلك على صعيد المتغيرات الغربية وبالذات الأمريكية والحديث المكشوف عن ضرورة إشراك إيران في تقاسم النفوذ في المنطقة العربية وهو أخطر تحول يصدر عن الإدارة الأمريكية خلال السنوات الأخيرة مقتضيات الأمن القوبي السعودي ودول مجلس التعاون الخليجي تتطلب بلا شك يعادة النظر في كثير من السياسات والحسابات وفي ظني أن العام الحالي سيكون حاسما على هذا الصعيد واليمن سيكون مفتاح الحسم فإما أن يعود اليمن إلى يد الشرعية ويسقط الإنقلاب نهائيا سلما أو حربا وإلا فإنها الشراكة الإيرانية في رسم مصائر القادمة بقوة السلاح والميليشيا وليس بالحوار فطهران تجيد الحوار مع الغرب فقط لكنها لا تجيد سوى لغة السلاح والميليشيا معنا في المنطقة مشاورات الكويت تبحث ترتيبات تأمين لتأمين صنعاء ووفقا للصحيفة نقلا عن مصادر أن اجتماعا للوفد الحكومي عقد مع المبعوث الدولي وناقش الترتيبات العسكرية والأمنية وتأمين صنعاء خلال انسحاب البليشيات منها بالإضافة إلى الانسحاب من المدن والمرحلة الأولى من عودة الحكومة وناقش أيضا الاجتماع استعادة مؤسسة الدولة بعد إلغاء ما يسمى بالإعلان الدستوري والقرارات الإدارية التي ترتبت عليه وإزالة العرقين أمام عمل مؤسسة الدولة وطبقا لهذه المصادر تم الحديث خلال الجلسة حول استكمال واستئناف المرحلة الانتقالية والمسار السياسي بحسب المرجعيات ودور المؤسسة الدستورية كمجلسي النواب والشورى خلال فترة المقبلة من صحيفة الخليج نقرأ لكم مشاهدين ثلاث سفن تزود كهرباء عدن بالمزوت تقول الصحيفة عن مصدر حكومي يمني مسؤول إن كميات من الوقود المخصص لمحطات توليد الكهرباء في محافظة عدن سيتم تفريغها في ميناء الزيت في مدينة البريقة خلال الساعات القليلة المقبلة وذكر المصدر في تصريح لوكلة الانباء اليمنية سبا أن ثلاث سفن محملة بكميات من مادة المزوت سيتم تزويد محطات توليد الكهرباء بها من أجل تخفيف معاناة أبناء عدن جراء الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي وأشار المصدر إلى أن كميات كبيرة من المشتقة النفطية سيتم تزويد محطات بيع الوقود بها خلال الساعات القليلة المقبلة لإنهاء الأزمة في البنزين في المدينة إلى صحيفة العرب الجديد جاء فيها سلام في عشر دول فقط بينها واحدة عربية تقول العرب الجديد صدر أخيرا مؤشر السلام العالمي معهد الاقتصاد والسلام الذي يصنف الدول حسب حجم الخلافات التي فيها ووفق التقرير الجديد فإن الأزمات المتلاحقة في المنطقة العربية وتفاقم أزمة اللاجئين والتفجيرات في العواصم الأوروبية أدت إلى تراجع مستوى السلام في العالم وجاء في النسخة العاشرة من التقرير العالم أقل سلما بما يقوي التدهور الذي استمر لعقد من الزمان في السلم العالمي وقد جاء ذلك مدفوعا في المقام الأول بزيادة الإرهاب وارتفاع مستويات عدم الاستقرار السياسي ذكر التقرير أيضا أن إجمالي التأثير الاقتصادي للعنف على الاقتصاد العالمي بلغ نحو 6.13 تريليونات دولار أمريكي بما نسبته 3.13% من إجمالي الناتج العالمي وهو ما يعادل 11 ضعفا من حجم الاستثمارات المباشرة الأجنبية العالمية أضف التقرير جاءت سوريا على رأس الترتيب للدول الأقل سلما يعقبها جنوب السودان، العراق، أفغانستان، الصومال وأظهرت باناما وتايلند وسريلانكا أكبر قدر من التحسن في السلم في معانة اليمن وأوكرانيا وتركيا من أكبر مستويات التدهور تأملات في مستقبل العقل العربي تحت هذا العنوان كتب المغربي عزيز الحداد مقالا ونشره في القدس العربي عن ضرورة إعمال العقل والتفكير لإيجاد مخارج من أزماتنا المتوالية وقال الكاتب بما أن المجتمع السياسي يستمد مرجعيته من التراث المقدس فإنه سيقوم بهدم كل خطاب يسيء إلى بناء الحقيقة العلمية فالحقيقة أبدية يتسلمها المتقدم عن المتأخر ولذلك فإن الأخلاق الانضباطية تمارس طقص العبادة في التربية والتعليم والسياسة مما يحكم على الفكر بالتوجه نحو أركولوجيا الصمت فقول الحقيقة أصبح نمط وجود للذات العارفة خارج الفضاء الشقي وتنرينا على الزهد والعزلة من أجل القراءة والكتابة أو بالأحرى مخاطبة الذات لذاتها لأنه في حميمية هذا الحوار الذاتي ينبغي أن نتعرف على المفكرين الذين لا يجدون قراء إلا بعد سنوات لأن الإنسان عندنا يخضع إلى تربية على السمع منذ حداثة سنه وعلى الرغم من أن الاستماع هو الأكثر سلبية من الحواس الأخرى فإن الروح تحولت إلى استماع إننا لا نستطيع إلا أن نسمع ما يقال حولنا إننا نستطيع أن لا ننظر لأننا نغمض أعيننا نستطيع أن لا نلمس شيئاً وأن لا نتذوق شيئاً ولكننا لا نستطيع أن لا نسمع وهذا ما يثبت سلبية الاستماع ولعل هذا بالذات هو سبب الرئيسي في تأخر عودة العقل العربي من منفاه وربما أنه سيعود لو أن الإنسان العربي توجه نحو حاسة النظر ولعل حسة السمع ولو لزمن قصير لأن النظر يستقبل العقل أكثر من الحواس الأخرى ولذلك يتعين عليه أن يجمع كل يوم ثماراً لكي يعود إلى نفسه وهو مستيقد بدلاً من أن يقضي حياته في هذا السباة العميق وبهذا القادر مشاهدين من الصحف العربية والمواقع الإخبارية نكون قد وصلنا إلى ختام كشك الصحافة وعلى أن ألقاكم إن شاء الله في أمان الله وحفظه نتابع الكاريكاتور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر